وبعد انتهاء الكأس الأمم الأفريقية عادة الكأس بيصدر التشكيل المثالي للبطولة وبالفعل هو أصدر ده مبارح التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 اللي أقيمت فيه 2022 هذا التشكيل بيضم ثلاث لعبين من مصر زي ما حضرتكم شايفين محمد صلاح ومحمد النني ومحمد عبد المنعم وفيه في الاحتياطي اتنين برضو من مصر وهم محمود حمدي الوينش وأحمد فتوح اللي لفت انتباهي وكان غريب جدا بصراحة إن أبو جبل مش في التشكيلة لا الأساسية ولا الاحتياطي طيب لو فرضنا إنه في التشكيل الأساسي اللي اقتنس موقع حراسة المرمى هو حارس مرمى السنغال من دي طبعا ضمن حراس المرمى الأقوية جدا فممكن تبقى الكافة بتصب فيه مصلحته من منطلق إنه هو مشارك مع فريقه من أولى البطولة أبو جبل جباسكي هو كان الحارس الثاني بعد إصابة الشناوي بدأ يشارك إنما اللي قدمه قدم يعني مبارات قوية جدا جدا فلفت انتباهي إن مين المحطوط في الاحتياطي بقى في هذه التشكيلة؟ حارس مرمى الكاميرو ده كان غريبة جدا بصراحة يعني منطقيا وبالأرقام لا ما تنفعش ما تجيش يعني شال تلات جوان منهم جون دخلوا في نفسه في يعني على كل حال كنا نتمنى إن جباسكي يبقى موجود لكن خلاص دي يعني رؤية الكاف وهذا هو التشكيل المثالي اللي يمكن أطلعنا حضراتكم على تفاصيله شكرا